والنفس طالع ونازل كله مبسوط لانه انت من اربعة شهور خلاس بيجيب بني ادم بيجيب بني ادم من اربعة شهور اربعة خمسة ستة سبعة ثوانية تسعة خمسة شهور انت ابني ادم قاعد جوا بلا حجاب ولا تقول لي لابس الحجاب جوا ان قلت لابسه جوا بقول لك اتدخلوا ليك منو منو جابوا لبسوا ليك جوا طيب لما انت اجي مارك برا تكبر تعمل لك شنبات تجي تقول والله الحجبات دي بتحفظنا بالله اخوان النازل انهم عقول انهم عقول نحن نستفيد شنو لما نقول لك الحجاب ما بيجوز اذا اصلا هو بيجوز نستفيد شنو اذا اصلا الحجاب بيجوز نحن نستفيد شنو خلوه ياخد زو المشرك خلوه ده مشرك ساي ما تشتغلوا به عرفت الحاصل فنستفيد شنو اذا كان الحجاب حلال ما نقول لك البسه ونحن زادنا نلبس ولا ما بنقدر نلبس حجبات. الحجاب ما بيجوز يا ناس. حرام. ومن الشرك بالله تبارك وتعالى. اذا اعتقدت فيه. اذا ربطت واعتقدت. والغالب بيعتقده. ما في ذول بيعلق لها عاجة ساي. تلقى معتقد في الحجاب. والطيرة الجماشي بيجادة عنده كمية. ما اشفته? لابس له كمية كده في درعة. والغريبة بينادي في ست مريم له سنة. ست مريم ما قادر توقف الحلقة. سنة كاملة. ما قادر توقف حلقتنا. معنات ست مريم بتاعتك. ما منا اي فايدة. والله. وانا لو عندها فايدة اقل شي. توقف الحلقة. احنا ما داري ست مريم. تطلع علينا يورانيوم. ولا دارينا تنزل لبا من السماء. ولا دارينا تطلع بترول. بس ست مريم دارينا توقف الحلقة. تقدر? اه. وين تقدر يا زول? هك. قال لا. رأيك شنو? في حديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. قال انت قلت ما في اولياء معروفين غير الصحابة. والحديث واضح. وربنا توعد الحرب عند اذى الولي. كيف ربنا يعاقب وهو لم يعرف الشخص هو. انت ما في انت كلام. كلام اخونا. مش اخونا مش قال لك ما في اولياء غير الصحابة. ما قال كده. احنا ما قاعدين انت بتا تكذب عليهم ان احنا قاعدين. لسه كلام ما تم ليهو ساعد. ارتكذب كمان. ها? ما قال لك ما في اولياء غير الصحابة. قال لك الاولياء البنشهد لهم. البنشهد ليهم. عينا. ونقول فلان دا ولي. عديل. وما عندنا شك فيه. قال لك منهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وجاب ليك اية من سورة التوبة. جاب ليك اية من سورة التوبة. والمهاجرين والانصار. ايوة. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. والذين اتبعون باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعد ذاك في في ناس النبي سالسلم شهد ليهم. زي اويس القرني. رضي الله عنه. دا ما من الصحابة. دا من التابعين. لكن النبي سالسلم شهد ليهم بالولاية. دا ولي برضو من اولياء الله صالحين. اويس القرني. كويس? فديل اللي نحن بنشهد ليهم عينا. نقول فلان عمر بن الخطاب ولي من اولياء الله صالحين. او بكر السود الضيق ولي رضي الله عنه. كل الصحابة نساء ورجالة. اولياء الله. كويس? اما تاني بعد ذاك. بعد ذاك نحن ما بنعرف فلان ولي ولا فلان ما ولي. ما بنعرف. لكن لو شوفنا في ذول علامات الصلاح والولاية. نقول نحسبه ان ولي. لأنه النبي سالسلم قال كين? النبي سالسلم ذكر انه الانسان ما ينزكي انسان على الله. وربنا قال في سورة النجم فلا تزكوا انفسكم. هو اعلم بمن اتقى. وقال في سورة النساء. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم? بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. ما بنقول فلان ولي من اولياء الله صالحين. ضيف الى ذلك برضو ما بنقول فلان شهيد. دي زادة في الناس ما بيعرفوها. البخاري بواب علي رحمة الله في الصحيح. قال باب لا يقال فلان شهيد. دي الليلة الناس ما بيعرفوها. يقول لك فلان الشهيد فلان. والشهيد فلان. يا زولي تعرفته شهيد كيف? يقول لك كيف يا مولانا? ده ما مات موتة الشهده. طيب هو مات موتة الشهده. لكن هل عند الله شهيد? انت ما بتعرف? ما بتعرفوه. شكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال. والحديث دي جابه البخاري. قال ما من مكلوم يقلم في سبيل الله. مكلوم يعني مجروح. يقلم يعني يجرح في سبيل الله. والله اعلم بمن يقلم في سبيله. انتبه الى الجملة دي. والله اعلم بمن يقلم في سبيله. الا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. كويس? فانت ما بتقول فلان ده شهيد. كده ناديك. قاعدة بسيطة. بس تفهم بها الموضوع ده. اذا قلنا فلان شهيد. ابني فلان شهيد. وطلع عند الله ما شهيد. كلامنا نحنا بينفعه. لا ما بينفعه. اذا ما قلنا فلان شهيد. ما قلنا. وطلع عند الله شهيد. هل عدم قولنا بيدره? بس الموضوع ده. طيب لان احنا شغالين. شهيد. فلان شهيد. يا اخي ما تقول. انت تخليوا. قلنا نحسبوا انه شهيد. نحسبوا موت موتة. مات موتة الشهداء. ها? يمكن ما? يمكن ما كان بيقاتل في سبيل الله. انت بتعرفوا? ما بتعرفوا. عشان كده وبتقول فلان ولي. ولا بتقول فلان شهيد. الا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. لانه انت من تقول فلان ده? شهيد. خلاص ده في الجنة. الشهداء ما علموا وين؟ في الجنة ولا تحسبانا الذين قتلوا في سبيل الله. اموت بل احياون عند ربهم يرزقون. فالشهيد ده في الجنة. لما تقول فلان شهيد يعني فلان في الجنة. ويتم ما بتعرف هل فلان في الجنة ولا فلان في النار؟ ما بنحكم لأحد من أهل القبلة إلا ما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الجنة ولا في النار وذات الكلام ده بيربطك بمواضيعنا لأنه في ناس ما بيفهموا حلقاتنا لما نأتي يسمعونا نتكلم عن الصوفية ونقول الصوفية عملوا الشرك وسووا كده يقول ليه خلاص دخلتوهما النار لا 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 نحن بنتكلم عن أحكام دنيوية في الدنيا هنا أما يوم القيامة نحن ما بنعرف الفي الجنة منه والفي النار منه وركباتنا نحن ما بنعرفها ما بنعرف نحن في الجنة ولا في النار لكن نسأل الله عز وجل إنه نكون من أهل الجنة فده الموضوع الحديث واضح من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب والصالح السؤال الصالح العلماء قالوا الصالح هو من قام بحق الله وحق عباد الله ده تعرف الصالح يعني دائر تعرف علامات الصلاح دائر تبقى أنت في روحك صالح أيوة تقوم بحق الله وبيحق شنوه عباد الله حق الله أعظم شي التوحيد الصلاة يمكن تقول لي الزوال ده صالح وهو يكتب كتاب زي ده لا يمكن الصلاة يمكن بكل حال من الأحوال إنه تقول لي ده ده عبد المحمود نور الدين النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية والله ده أنا أليس لك ده أجيب لك كم حاجة كده من جوا ده مش عند السودانين ولي ولا ما ولي عند السودانين أطلع أطلع الظلط وقف أي عربية أي ركشة أي أم جات إلا من رحم الله كل السلام عليكم عليكم السلام ما رأيك في الشيخ عبد المحمود نور الدين رجل طابت يقول لك هو ده ليلة السادة وده لأولياء الصالحين مش كده لما نجي نقرأ كتابه تلقى فيه العجب العجب يقول لك في أولياء بيطيره وفي أولياء بيعلم الغيب وفي أولياء بيده الجنة وفي أولياء ملكه الكون بيملكه الكون وفي أولياء بيتقلبه ولي عادي ويش هو ابن آدم يبقى لك خروف عادي بعد يومين تلقاهه بيقى إبل يا ناس في ابن آدم بيبقى إبل جوه هنا بعد يومين تلقاه بيقى مرفعين مرفعين عديل الشيخ بيبقى مرفعين والله الكلام ده جوه هنا حيرونا ذاته والله حيرونا بره واحد يعني أنت ذاتك ما بتعرف الشيخ ده شنوب الظب يوم تلقاه في شخصية جديدة كويس؟ عندهما الشيخ بالجلزة مش الشيخ واحد ممكن ينقسم كده يبقى كم شيخ هو براو عنده التطور بتاع الأولياء الصفحة تلتمية تلاتة وتلاتين قال تطور الأولياء قال 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 الإمام الشعراني رضي الله عنه الشعراني بتاع الطبقات ها بيعتمد عليه عبد المحمود نور الدائم قال قال الإمام الشعراني في ترجمة السيدي الشيخ الحسين أبو علي رضي الله عنه الحسين أبو علي ما بتعرفه ولم نعرفه المهم قال وكان كثير التطور بتطور كثير قال تدخل عليه في بعض الأوقات تجده جنديا مرات تخش تلقى بوليس الشيخ والله تلقى بوليس لابس لبس الشرطة ممكن يقولك انتباه ذاته والله هذا الشيخ كويس قال لا ثم تدخل عليه فتجده السبعا تعرف السبع زيب تلقاه زيب مرات تخش تلقى زيب مصنر كده يا ناس يا خدادا في أولية زي ديل بيرهبوا الناس ذاته قال أو تمسح مرات تلقى تمسح راقد منبطح عرفت الحاصل أو ثور تلقى تور مرات الشيخ بيبقى تور عسداء ممكن نطبعه في مناسبة ولا ما ممكن لو دارين نطبعه نطبعه ننتهي منه ممكن ولا ما تور تور في النعب يطبعه في المناسبات كويس قال لا أو جمل مرات تلقاه جمل بيس ينامه كويس أو حيشا أو قصيرا أو طويلا أو غليظا أو نحيفا أو له أعيون كثيرة مرات تلقى عيون كتيه ركين كويس نحو الستة والتمانية مرات تلقى عنده تماني عيون يوم تخش تلقى ستة عيون مرات تخش يا أخي بوتجاسو يا أخي الله يهديكم شنو زيت عيونه تماني عيون تعال أقرأ إنته لما مصدقنا دمونه دا دا عبد المحمود نور الدائم قال البرعي قال رجل طابت قال به نفوس الغوم طابت عظيم محمود قال يهو دا عظيم محمود يا خدمة دا دا زول أحبل سايخ عظيم محمود شنو أيوة دا طبقات الشعراني ألبي أنقول منه عبد المحمود نور الدائم قال عندهم شيخ اسم محمد الحضري رضي الله عنه كويس قال يوم دخل الجامع طلعا من بر قال قال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام إلا إبليس عليه الصلاة والسلام دا الشعراني المدعو البرعي وسيدي الشعراني الناجر لعلم الله في قصيدة مصر المؤمنة يا أخي الناس دا ما أوني أسو والله ما بنصدقك إلا يتوبوا يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى بعد ذاك نتفهم دا صاكتين في حق الله أنا قلت لك الصالح يقوم بحق الله وحق عباد الله ذاته صاكتين فيه بيأكلوا قروش الناس والله بيأكلوا قروش الناس بالباطل زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله بيأكلوا أموال الناس بالباطل الشيخ ما بتخش له إلا تدفع بياط إلا تدفع بياط كويس البياط لشنو ليأ أدفع بياط دكتور هو دكتور شان أنا أدفع له لما دكتور شيخ ساي ما عنده أي حاج يشيل قروشك ويقلع من المرة دهبة كويس وتكون عندك حواشة مليانة خرفان يشيل منك شت والله العظيم إتبقى نجيط ما ترخي لهم كرخيت والله يا أكلك ما يخلي فيك المليمة انت خليك نجيط كلها يا شيخ والله ما أبديك ولا خروف الجماعة بيجيوك طبعا يخوفوك ويخوفونك بالذين من دوني يقول لك حميت أبوي الشيخ والله ينفخك وينفخ البهايم تجي تلقى ميتانا تشت قل له ما أبديه برضه خليه ينفخوا انتشت ما أبديه ولا بهيم وحدي إذن يا أخوانا ديال ما عندهم علاقة مع الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ما عندهم علاقة مع الحديث لأن النبي سالسلام قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه وقباله قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترطته عليه كويس وأعزم الفرائد أعزم الفرائد التوحيد مضيعينه ده أعزم واجب ربنا قال وعبودوا الله ولا تشركوا به شيئا ربنا قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ربنا قال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا الله النبي سالسلام قال وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أعزم واجب وأعزم حد هو حق الله تبارك وتعالى أخيرا دار أختم وصي للشباب سؤال شنو تاني ما دي العبادة ذاته كون أنت تجعل بينك وبين الله واصطة ديها ذات العبادة دي العبادة ذاته فوصية أخوانا وصية أن الناس تشتغل دعوة ألا معظم الناس الحاضرين عرفوا الحق إتعرفت الحق بعد ذا بلغ بلغ الدعوة وتوحيدك ما بيكتمل إلا إذا بلغت هذا التوحيد ما ينفع التوحيد عرفتوا تمسكوا وتقعد عليك من الآن ما في شين الواحد لو جابه في التلفزيون دار يجيك نظيف كويس ولابس له عمه ولابس لم يتشال ودار يجي وعد يقول لك وإنه وما تعرف شنو يتكلم في مواضيع كل الناس تتفق معه في المواضيع حتى اليهود والنصارى حقوق الوالدين اليهود والنصارى يتفقوا معك في حقوق الوالدين ولا ما بتتفقوا عندهم عيد الأم دا ما سووا سووا عيد الأم ليه تعظيما للأم ولا ما كده حقوق الجيران اليهود والنصارى بيتفقوا معك في حقوق الجيران في صوفي ها سي بغلطك في حقوق الجيران ها أنا وديك جامع بتحصوفية أمشي أعمل لهم خطبة حقوق الوالدين حقوق الجيران كويس الحقوق الزوجية كويس ويتكلم لهم كده بفوق فوق والله يكونوا مبسوطين منك بسطة قاعدين جارين في السوا ور ور يا السلام ولا مولانا ده ولا ريته كان كلهم زيدة لا كلهم ما بيقبوا زيدة عرفت أنها سي بينزل مبسوطين منك كب وحجباتهم فيه ضراعاته ولا مولانا والله ما أقصرتها ألقى الله جمعة الجاية تعال بدري ليه لأنه إجتماها باشتليهم الشيء ما بينفهم معهم عرفت الحاصل أقرأ القرآن شو الأنبياء كانوا بيشتغلوا كيف شو الأنبياء والرسل كانوا بيشتغلوا كيف هود عليه السلام قومه قالوا ليه قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا يعني قال له يا هود جاينا شأن نعبد الله بيداه ونخلي الكون بيعبدوا أباهاتنا دا يا هول بيجيب المشاكل ذاته ودل بيفرق بين الحق والباطئ ودل بيخلي المشركين يفوروا وإذا ذكر الله وحده إيش مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة كويس؟ طالعا نضم لهم في التوحيد بحضوح قل لهم الأولئي والصالحين ما بيعلموا الغيب كويس؟ يتوقع أي حاجة يتوقع صوف يجيك طائر في المنبر فوق عادي وما الجمعة ممكن يجيك في المنبر يجيك طائر فوق في المنبر كويس؟ أديو شلوت كده واصل الخطبة وما تشتغل به عرفة الحاسن يتوقع خمسة ستة دنفار يطلعوا يفوتوا ممكن عادي يفوتوا ما شغل ما نافع معهم الله قالوا إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار ابن فورة ونوح عليه السلام قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ما تشتغل أدعو إلى التوحيد الناس دي كلها تشتغل التوحيد الناس دي قاعدة منتظرة شنو يشتغل في الحلة تكلم مع ناس بيتكم يتكلم في أي مكان يتكلم الأمة دي محتاجة والله يتعرف الله تبارك وتعالى عشان حال لا ينصلح يا ناس إنتوا ما داري البلد دي تميش لي قدام دارين نحا دارين السودان دا يبقى كده عالم جميل كويس ونصل لدرجة السعودية والإمارات وابوظبي عرفت الحاسن الحتات ديك أنت ما قلت تشوفها في التلفزيون مش بتشوفها كده يا سلام لو دائر تبقى زي ديك الصوفية ينتقوا من البلد دي لو ما انتوا ما بتبقى زي ديك والله ما تبقى حتكون عمرك كله قاعد كده والسوق المركزي خور بيجاي معفن وبيجاي بعوط عامل حفلة عرفت الحاسن إنت بس حتكون قاعد كده لأنه البلد مليانة صوفية ومليانة شيخ بتين طرق من تحتها متين حتتطور ما بتتطور عرفتها؟ حتكون كده عمرك كله مواصلات زعمة وغبار وسخانة وركشة تملاق ضخان عرفت الحاسن وبقى يجيك بتاع حناي كله يتوقع أي شي لو دائرة الشغل تمشي لقدام والناس يتعيش مبسوطة لابد نحقق التوحيد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والشغل دا ما بمشي لقدام إلا بالدعوة إلا الناس تتكلم والله إلا تتكلم صميت خشمك الناس سيعرفوا الحق كيف ساكت أنت ساكت وعارف الحق وشاهل وجوهك انت شاهل وجوهك دائرة تسعبها وشنو بلغ الناس يا أخي ور الناس ورهم الحق قل لهم الشيوخ ما بينفعوا ولا بيضروا ولا بيعلموا الغيب ولا بيدوا الجنة أتيهم الأدلة من القرآن انت جيت هالحلقات عرفت الأدلة من القرآن عرفت الأدلة من السنة أنشروا التوحيد دا أخوانا في الوقت دي كله في أي مكان في السوق اشتغلوا هنا في السوق جوه اشتغلوا في أي مكان نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع إن شاء الله الحلقة مستمرة كل يوم سبت وثلاثة يزاكم الله خير وبارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر